أقليمي جديد من أجل الضغط لحل الأزمة الليبية بعيدا عن كل مسببات الصراع فبعد أيام من الإجماع الدولي في مجلس الأمن والدعم للحكومة الليبية المؤقتة والمساعي السياسية الهادفة لعوذة الاستقرار جاء اجتماع عبر الفيديو للجنة الربعية بشأن ليبيا والتي تضم كل من الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي اللجنة أصدرت بيانا عقب اجتماعها دعت فيه إلى الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها ودانت اللجنة الربعية لانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011 اللجنة شددت أيضا على أن كل التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة المجتمعون أكدوا على الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات في الأراضي الليبية وطالبوا بالتنفيذ المتواصل للإجراءات التي تؤدي لتفكيك الجماعات المسلحة بشكل كامل في السياق ذاته جاء الإعلان الليبي المصري المشترك عقب اجتماع عقد في طرابلس بين رئيسي وزراء البلدين حيث أكد الجانبان على همية وقف التدخلات الخارجية وخروج التشكيلات المسلحة من الأراضي الليبية إذن هو ضغط جديد من أجل إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الأخيرة بما يمهد لإنجاح الحل السياسي إنهاء كل مسببات الصراع